صباح الخير إذا يمك صباح ومساء الخير إذا يمك مساء وهنا وسهلا بيك ببرنامجنا اليوم بتأمل قصير من كلمة الرب هاليوم راح نتأمل بموضوع كثير مهم همينه اللي اسمه بهجة العيون تكوين صح سفر التكوين وصحة الثالث والعدد ستة من الكتاب المقدس من العهد القديم مكتوب فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وعاطت رجلها أيضا معها فأكل الغريب في آخر الآية أنه أنطت لزوجها وأخذ وأكل أنا دا أستغرب وعجبي على جمال الشجرة الممنوعة هل فعلا كل شي ممنوع مرغوط؟ شكيت كانت الشجرة جيدة للأكل وبهجة للعيون يعني العين ترتاح من التباوى على الشجرة والشهية للأكل حلوة وجذابة ومغرية لدرجة رد الفعل اللي كان لحواء هي مدت إيدها أخذت وأكلت وأنتت لآدم وبدون أي تساؤل ولا أي تردد أخذ آدم وأكل معقولة نسى آدم المخاطر والتحذيرات والموت والانفصال عن الله بسبب جمال الشجرة يمكن أنت عايش في مجتمع وتقدر تشوف هيك ردود أفعال من الناس اللي مركزين فقط على الأنا وما يقدرون يشوفون من حولهم غير لذاتهم شهواتهم ويريدون يتمتعون بالخطيئة والشر إذا أنت عندك هالمشكلة قوم اليوم وارفع عينك للسماء واطلب الغفران والتغير في فكرك لا تكون سبب موت للي حولك وقف بمكانك وفكر باللي تتسويه وبالقرار اللي تتأخذه لا تكون سبب موت للي حولك يا رب يسوع أنا بشكرك فعلا من عماق القلب وأنا بطلب من عندك يا رب من أجل ومن أجل كل اللي يشوفونه باسم المسيح يسوع أنه يا رب تفتح عيوننا أنه نقدر نقول للشر هذا الشر وللكذب هو كذب وللفساد هذا فساد وكل هذه الأشياء هي مكروهة عندك يا رب ساعدنا يا رب هاليوم نحن نوقف فعلا ونعلن حياة يا رب ونعلن بركة ونعلن خيراتك يا سيد وصلي باسم المسيح يسوع أنه يكون عندنا تساؤلات وردود على الشر اللي موجود حولنا باسم المسيح يسوع وصلي آمين آمين الرب يباركك وذير بالك على نفسك موسيقى موسيقى